كما أكد السيد دوارتي باتشيكو رئيس الاتحاد البرلماني الدولي في تصريحه لمركز الأخبار أكد على أن زيارته لمملكة البحرين مهمة جدا للاطلاع على تجربة المملكة وتعزيز التعاون والترابط بين الاتحاد البرلماني والمؤسسات التشريعية في المملكة وأشهد رئيس الاتحاد البرلماني الدولي بنجاح التجربة الديمقراطية لمملكة البحرين والمشروع الأصلاحي لجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة حفظه الله ورعاه تعد زيارتي إلى مملكة البحرين زيارة مهمة جدا حيث رأيت بأنه يمكن لبلد صغير بحجمه ولكن كبير بتاريخه أن تكون لديه مسؤوليات ضخمة ليس فقط في هذه المنطقة ولكن في عالمنا لأنه إذا شاركنا قيمكم مع الآخرين فسيكون لدينا عالم أفضل وهذه نقطة مشتركة بين مملكة البحرين والاتحاد البرلماني الدولي الاتحاد البرلماني الدولي منذ ما يزيد على 130 عاما وضع أساسا ثابتا للحوار والتعاون بين الدول والشعوب لتحقيق السلام وخلق عالم أفضل وقد تكون هذه الكلمات جاءت من شخص بحريني وهكذا فقد كان نجاحا حقيقيا وأمل من زيارة هذا أن تعزز الروابط بين المنظمة ومجلسكم البرلماني تتمتعون بديمقراطية قوية مع مشروع إصلاحي متفوق واسمحوا لي أن أقول أنه من المهم إجراء الإصلاحات لأن المجتمع يستمر في التغير والتطور ما هو مهم اليوم لن يستمر في عام 2030 أو 2040 لذلك في عام 2040 بالطبع سنحتاج إلى التكيف مرة أخرى لأن الواقع مختلف تماما عن عام 2022 وهكذا فإن الإصلاحات مهمة دائما ولديكم قيادة تمتاز بعقل متفتحا للإصلاحات تتكيف مع الواقع ومن المهم أن أهنيكم على ذلك